أعلن نادي توتنهام الإنجليزي رسمياً عن صفقة مزدوجة من ريال مادريد الإسباني تتمثل بالتعاقد مع جناحه السابق الويلزي غارث بيل على سبيل الإعارة ومع الظهير الأيصر الإسباني سيرخيو ريغيلون لمدة خمس سنوات ولم يخد بيل في صفوف ريال مادريد سوى مباراة واحدة بعد استئناف الدور في يونيو الماضي وسيعود إلى ناديه السابق الذي دفع عن ألوانه من موسم 2007 إلى موسم 2013 قبل الانتقال إلى العاصمة الإسبانية مقابل صفقة ضخمة بلغت 100 مليون يورو أما ريغيلون فقد لعب على سبيل الإعارة من ريال مادريد في صفوف إشبيليا وساهم بإحراز الأخير للدور الأوروبي وقد وقع عقداً مع توتنهام حتى 2025 مقابل 35 مليون يورو